السلام عليكم ألاف زيارات يوميا ومئات العلوف شهريا كما ترون بالحصائيات قدامنا اليوم عندنا 12 684 زيارة أمس كان عندنا 10 325 زيارة هذا الشهر 256 ألف زيارة وباقي تقريبا 10 أيام أو 7 أيام لنهاية الشهر بالضبط الشهر الماضي اشتغلنا في 10 أيام كان في 100 ألف زيارة طبعا هاي الأرقام اللي شايفينا قدامكم أي شخص سواء مبتدئ أو محترف رح يقدر يجيب هاي الأرقام لكن بدك تتابع الفيديو بالكامل ما تروح أي لقطة عليك لتفهم تفاصيل العمل بالكامل وتفاصيل النتش بالكامل وتطبق وتكون أحد الناجحين بالمجال وتجيب هاي الزيارات اللي ظاهرها قدامكم طبعا مثل ما شفنا بالمقدمة أعداد ضخمة من الزيارات زيارات يوميا من 10 ألف ل 15 ألف زيارة أكيد كثير رح يتساءلوا عن مصدر الزيارات رح في ناس رح تقول لك عندي مصدر ترويج كبير في عدة أمور رح تذكر الناس كل رح نجاوب عليها بالفيديو أولا ما عندي مصدر ترويج ضخم لمصدر ترويج متاح لأي شخص الفكرة سهلة لكن بدك تطبق بعض الخطوات يكون عندك الموقع المناسب القالب المناسب تختار الأمور المناسب اللي رح نذكرها كاملة بالفيديو طبعا رح نمال نظرة سريعة على الموقع لنفهم بعض التفاصيل بداية الموقع متل ما شايفين هو لقروبات الواتس أب لنشر القروبات الخاصة بالواتس أب مفاعل عليه إعلانات بدون أي مشاكل الموقع شغال نظامي عليه إعلانات ومفاعل عليه الربح طبعا القالب المستخدم قالب جروباتي واللي رح نذكره بالفيديو ليش رح نستخدم قالب جروباتي حصرا رح كتير ناس رح تقولي مثلا فينا أركب قالب سيو مجاني قالب ناز مجاني قالب ريكل مجاني أي قالب مجاني وأربح منه لا في عدة أمور لازم تطبقها بالفيديو أو تستخدم هذا القالب لهذه الأسباب اللي رح تخلي موقعك ينجح بداية من المشايفين الموقع لنشر قروبات الواتس أب عندنا أحد القروبات جايب 54 ألف زيارة عندنا أحد القروبات 19 ألف زيارة 33 ألف زيارة في عنا عدة قروبات أخرى جايب أرقام ضخمة بداية نحن ننتقل لداخل أحد المشاركات نذكر بعض الأمور اللي لازم نستخدم قالب قروباتي بداية من المشايفين الشكل الخاص بقالب قروباتي مناسب جدا وجميل جدا وأنيق لحتى يستخدمه أي شخص عندنا أحد التفاصيل المهمة قالب قروباتي اللي هي زر أضف قروب أهم شي عندك بالموقع لحتى ينجح الموقع أنت لازم تنشر قروبات فعالة فشلون أنت رح تجيب قروبات فعالة أنا أول بداية الموقع كان بخلال نشري لعدة على الموقع بعد ما نشرت على الموقع صارت الناس تدخل وتضيف عن طريق صفحة إضافة لهم موجودة غير بقالب قروباتي طبعا الشخص اللي رح يضيف قروبه هون فأكيد هو رح يكون شخص مهتم بقروبه أنت أهم شي تبني ثقة عندك للمستخدمين أنا يوميا صرت أدخل على مجموعة فيسبوك أو مجموعة واتس أب أو تيلجرام أو أي مكان أشوف ناس ناشريت لموقع ليش ناشرين لموقع بالضبط لأنه صار في ثقة عند المستخدمين بالموقع أهم نقطة بالبداية تبني ثقة عند المستخدمين بالموقع مجرد بنائك ثقة ثقة للمستخدمين بالموقع فهنين رح يصيروا يروجوا لك الموقع ما عدت تضطر أنت تتروج للموقع شلون الناس بدأت توثق بموقعك يوم يدخل الشخص يسترك بمجموعة واتس أب وتكون المجموعة على الشكل التالي اللي هي مجموعة واتس أب شغالة نظامي مفتوحة للنشر في مشرفين متابعين أي شخص بينشر أي شي مخالف فورا نشيله فأنت هون نشرت جروب مناسب للناس الجروب اللي هم تدور عليه الناس فأكيد اللي رح يدخل يحط إضافة جروب يكتب اسم جروبه والدولة يكتب لك المعلومات هون أنت تضيف الجروب على موقعك عنده إدارة جيدة لموقع لحتى دخل ينشره بأحد مواقع الجروبات فهي أول نقطة بدك تنتبه له أنك تنشر جروبات متابعين أصحابه الأمر الآخر اللي رح نتحدث عنه هو زر جروبات عشوائية مجرد ما ضغط الشخص على جروب عشوائي رح ينقلو على جروب غير الجروب السابق فهي الميزة كتير مطلوبة وكتير مرغوبة من قبل مسويقين على الواتس أب فرح تفيدك بشكل كبير نرجع للأمر اللي بعده اللي هو مصدر الزيارات من مين مصدر الزيارات طبعا رح نروح على الأحصاءات ندخل على الأحصاءات مزيد من معلومات حول هذه المدونة نحط آخر 30 يوم مثلا عندنا من فيسبوك 34 ألف زيارة أيضا من فيسبوك 15 ألف زيارة من تليجرام 6000 زيارة من فيسبوك 4000 زيارة طبعا الواتس أب من جديد إذا لاحظتوا الأمر الواتس أب صار يظهر بخير نتغير ذلك فكمان جاينا من واتس أب جاينا من مواقع أخرى طبعا بحصاءات بلوغر مدائمة بتطلع جميع المواقع لكن بشكل عام كان مصادر الترويج الأساسية هي فيسبوك تليجرام واتس أب فمتاحة لأي شخص يرويج عليها لكن لا تتعرف شلون تستهدف الشخص الصحيح والمكان الصحيح بالمقابل أنا حاليا بنيت صفحة على الفيسبوك لنشر جروبات واتس أب وأيضا مجموعة على التليجرام خلال الشهر الأول جمعت على صفحة الفيسبوك تقريبا ألف وشوي لأنه كانت جديدة من تقريبا أسبوع لحتى أنشأت بالنسبة للتليجرام كان لنا تقريبا 3000 متابع كأول 20 يوم عمل على مجموعة التليجرام فكمان مهم أنك تبني مصادر تجمع فيها المتابعين تبعك الآن نرجع بسرعة للقالب لحتى نراجع أهم الميزات بالقالب ذكرنا سابقا ميزة أضف جروب وغروب عشوائي منظر الخارجي للقالب مثل ما شايفين تظهر عداد مشاهدات عنا بالمنطقة الخاصة هون عيقونات الواتس أب تكون بشكل دائر لتكون مشابهة تقريبا لشكل الواتس أب بشكل عام فمشان يكون كمان تعطي تجربة مستخدم مميزة للمتابعين عنا أيضا الأكثر مشاهدة تظهر فيها الجروبات الأكثر مشاهدة للمتابعين فممكن يدخل عليها ويشتركوا فيها وأيضا عنا خانة الرائج اللي هي مشاركة مميزة فيك أنت تختارها بشكل يدوي أو فيك تحط أو تختار أنه آخر مشاركة نزلت على الموقع أو آخر جروب النشر على الموقع يكون بشكل مباشر هون وعندنا عدة ميزات أخرى عند الاستخدام رح تبين معك مثل فرعة القالب هي سرعة جيدة أو فينا نتصنفها بالممتازة وطبعا رح تم تطوير القالب بعدة إصدارات قادمة هذا الإصدار الأول للقالب ميزات وكانت قليلا نسبيا لكن بتلبي حاجة المستخدمين والأيام القادمة إن شاء الله رح ينضاف كثير ميزات وكثير أمور خاصة بالقالب طبعا القالب في منه ثلاث نسخ نسخة للواتس أب نسخة للتلجرام نسخة للفيسبوك فيكن تراجعوا بالموقع الرسمي لقالب جروباتي عندنا هون الموقع الرسمي لقالب جروباتي بدنا ندخل نعاين النسخ خاصة بالقالب اللي هي نسخة واتس أب نسخة تلجرام نسخة فيسبوك هون معنا نسخة تلجرام أيضا عنا أزرار لربط المدونات بعضها أو ربط المواقع الخاصة فينا مثلا أنت عندك ثلاث مواقع موقع جروبات فيسبوك موقع جروبات واتس أب موقع جروبات تلجرام فإحنا حاليا موقع جروبات تلجرام إذا ضغطنا على زر جروبات واتس أب رح حولنا على المدونة الخاصة فينا الخاصة بمدونات واتس أب نفس المبدأ إذا ضغطنا على فيسبوك رح نتحول على قروبات فيسبوك طبعا ميزات عديدة بالقالب القالب ممتاز أيضا القالب سريع سرعته جيدة بالنسبة للنتش مثل ما شفت هو نتش مرغوب كتير زيارات خلال شهر ونصق أو شهر وعشر أيام كانت فوق الاربعمائة ألف زيارة أو تلاتمائة ألف زيارة رح نراجع لأحصائيات ميتين وخمسين ألف ومئة ألفين تقريبا تلاتمائة ألف زيارة خلال الشهر خلال زيارات ضخمة على بلوغر أو على أي موقع آخر طبعا لحد الآن عشرين ميتين وثمانة وتلاتين مشاركة أو ميتين وثمانة وتلاتين جروب خلال شهر ونصق فقط طبعا بداية العمل أنا مهتمت بالسيو مع هيك إجاني زيارات من جوجل وتصدرت بعض المجموعة بجوجل خلال الشهر الفائت وصار في نسبة زيارات تقريبا جيدة من جوجل معني مو مهتم بالسيو نهائيا كان هامنا فقط بتجربة الفكرة نشر جروبات جديدة تهيئة الموقع للزيارات فقط ما كنا مهيئينه للتصدر بنتائج البحث لكن القالب مدعوم باكواد سيجما قوية اكواد الميتة وبشكل عام القالب مضبوط لحتى يكون متوافق مع السيو فتصدر بمقالات ضعيفة جدا لكن كانت الفكرة جيدة للتصدر نحن ننتقل على تنسيق القالب نشوف بشكل عام نظرة سريعة على القالب عن اداة تفعيل خط القالب منع النسخ تأخير المدونة لاربع ثانية وعداد مشاهدات تقريبا جميعا معروفة احنا اهم شي عنا الاعلانات عنا اعلان سطح المكتب للهاتف اعلان سطح المكتب اعلان للهاتف ااسف وايضا عنا اعلانات باي مكان بالقالب في ننظيف اعلانات بماكن متعددة اعلان اول موضوع اخر موضوع منتصف في الموضوع حتى بعض العناوين بعض الفقرات يعني التحكم كامل بالاعلانات فكل ما زادت الاعلانات كل ما زادت فرصة النقر وفي اشخاص ما بتحكم ان تكتر اعلانات هاي الامر راجع اليك وابتقدر تتحكم فيه بشكل كامل يعني طبعا هذا كان فيديو سريع عن القالب بالايام القادمة ان شاء الله رح يكون عدة فيديوهات عن القالب بشكل مفصل اكتر وبالنسبة للقالب طبعا متل ما شفتوا الزيارات ضخمة فاكيد الارباح رح تكون ضخمة اكيد ما رح ارض ارباح على اليوتيوب فا نوعا ما هو شيء مخالف فمشان هيك تجنبا لاي مشاكل ما رح ارض الارباح لكن بامكانك تخيل خمسة عشر اف زيارة يوميا او عشر الاف زيارة يوميا كما رح تكون ارباح هنا اكيد ارباح ضخمة جدا وممتازة جدا انا وجدتها من افضل الارباح تقريبا بالمحتويات اشتغلت اغلب المحتويات اللي هي المحتوى الطبخ محتوى التقني محتوى الاسلوب الحياة بشكل عام لكن افضل ارباح كانت معي هي خلال استخدامي لقالب جروباتي ولموقع جروبات واتس اب فبنصح اي شخص حابي ينجح بالمجال استخدام قالب جروباتي طبعا الاشخاص اللي بتقولك مثلا ممكن اتأخر بالقبول باتس او من هالكلام بالنسبة لجروبات الواتس اب مضر يتشتغل على دومين اساسي فيك تسحب دومين فرعي من اي رابط مقبول باتس اينس وتشتغل عليه اللي ما بيعرف يسحب دومين فرعي ويشتغل عليه مباشرة بدون مراجعة على اتسنس رح نعمل فيديو قادم ان شاء الله بالنسبة لساحب الدومينات الفرعية وتشغيلها على المدونات وتكون مقبولة بدون مراجعة ان شاء الله طبعا لهون بيكون انتهى شرحنا اليوم لا تنسى الاشتراك بالقناة از عجبك الفيديو تدعمنا باللايكات وتترك لنا تعليق اه يدعفانا للاستمرار ان شاء الله لا تنسى الاشتراك كمان مجموعة اه مدوني بلوغر على التلقرام رابط المجموعة بالوصف اسفل الفيديو رح ضيف لكم جميع الروابط اللي بتحتاجوها سوى ان رابط قالب قروباتي او اي روابط اخرى كلها رح تكون بالوصف ان شاء الله ولا هون بيكون انتهت الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله